ثم سواه ونفخ فيه من روحي وجعل لكم السفع والأبصار والأفدد قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا طللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجربون لا كسر روسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمحنا فارجعنا نحما صالحا إنا موقنون ولو شئذا لآتينا كل نفس هداما ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الإنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسئناكم وذوقوا عذاب الخرد بما كنتم تعملون إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بآخروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر تتجافى جنوبهم عن المظاهر يدعون ربهم خوفا وطمعا وإما رزقناهم منفقون فلا تعلم نفسهم ما أخي لهم من قرة يعيون جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستمون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوان سلا بما كانوا يعملون وأما الذين فاسقوا فمأوانوا النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أبيدوا فيها وقيل لهم يوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الهدناتون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ولن أظلم إن من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقبون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلنا أرهدا لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لهم ما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك ويفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهدي لهم كم أهلكنا يوقن أولم يهدي لهم كم أهلكنا يوقن